الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع معلومة جديدة ومفيدة أول ما ربنا بيرزقنا بمولود جديد بنروح نعمله شهادة الميلاد بنكتب فيها اسم البيبي واسم الأب واللقب اللي هو لقب العائلة بعد ما بيكبر بنروح نعمله بطاقة الأحوال الشخصية ولما يحب يسافر بنعمله جواز كل ده دلوقتي طيب زمان كان الوضع إزاي زمان كانوا بيتعرف على الشخص من ثلاث حاجات الاسم واللقب والكنية أو الكينية الاسم فسهل جدا زي محمد وعبد الله وعمر وعلي اللقب يأما يكون صفة حميدة أو ذميمة للشخص أو لقب للعائلة أو القبيلة اللي بينتمي ديها زي الصادق الأمين الغاحظ الأعرج وآخر حاجة الكنية فيها بتتكون من شقين أبو أو أم ذائد كلمة بعدية زي أبو القاسم وأم عبد الله دلوقتي خلونا نشوف بعض الأمثلة على الاسم واللقب والكنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع ويا ريتنا شاهر الفيديو